الآن تعاملنا مع السلاسل وحلقات الكربون البسيطة في تسمية الجزيئات العضوية لنفكر ماذا يحدث عندما تصبح الأمور أكثر تعقيداً لنرسم الجزيئ هنا ولنفكر كيف سنسميه إذن سأرسمه هكذا بهذا الشكل طبعاً وهنا أيضاً تكملة هذا الجزيئ هنا لا يوجد لدينا سلسلة بسيطة انتبهوا ويوجد تفرع عند نقطة معينة ما سنقوم به في هذه الحالات هو إيجاد أطول سلسلة في هذا الجزيئ لنرى ما هي أطول سلسلة لنبدأ العد من هنا 1-2-3-4-5-6-7-8 ثمانية من ذرات الكربون إذا بدأنا من هنا 1-2-3-4-5-6-7-8-9 تسعة من ذرات الكربون إذن ما نفعله هو تفحص السلاسل أيها أطول سلسلة سأستخدم لون آخر 1-2-3-4-5-6-7-8-9 إذن هذه أطول سلسلة وهذه ستكون أساس التسمية لدينا إذن تسع كربونات 1-3-4-5-7-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 هنا ماذا سنقوم بتسميتها او ماذا سيكون اسمه حسنا لدينا كربون هنا واحد موصول مع الحلقة او مع السلسلة الرئيسية الكربون لديه رابطة مع ثلاث ذرات هيدروجين نعم بهذا الشكل نحن لا نضيف الهيدروجين لتقليل تعقيد الرسم لكن فعلتها لتبيين او لتوضيح ان هذا تفرع طبعا رغم ما تعتقدون انه ميثان طبعا هو ليس ميثان سيكون صحيحا استخدمنا البادئة myth اذا هنا سنستخدم البادئة myth لانه لدينا كربونة واحدة اذا one carbon سنستخدم البادئة myth لكن لانه ليس السلسلة الاساسية هو مضاف الى سلسلة اخرى لا نكتب ميثان سنكتب انتبهوا سنكتب myth ومن ثم نضيف المقطع yl وبالتالي هذا يعني انه يتفرع من السلسلة الاطول branches yes of longer chain حسنا وفي الواقع هناك شيء اخر لنفكر فيه طبعا الاسم الكامل الجزئي هو ساكتبه هنا الان اذا الاسم الكامل هو مثل نونان مثل بلون البرتقالي نونان اذا هذا الاسم الكامل لكن هناك مشكلة واحدة لتسميته مثل نونان هذا مثل نونان سأرسمه مرة اخرى لدينا واحد اثنان ثلاثة اربعة احد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تسعة منذرات الكربون اذا هذا نونان والذي رسمته هنا لدينا ثلاثة المثل هو هنا اذا هذا ما رسمته للتوفى الاعلى سأقوم بهذا بنفس اللون حسنا هذا ما رسمته او باللون في الاعلى طبعا ماذا لو كان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ونقول ان مجموعة المثل المثل بدلا من ان تكون هنا على Bull على الرقم ثلاثة تكون على الرقم اربعة اذا كيف يمكن تسميت هذان الاثنان مثل نونان هذا الاسم لا يفرق في موقع مجموعة المثل على السلسلة الرئيسية لا يفرق بين مواقع مجموعتين المثل في المثالين ما يمكن عمله في هذه الحالة هو ترقيم الكربونات على أطول سلسلة على المجموعة المركزية أو الأساسية ونقوم بترقيمهم بحيث تكون مجموعة الإث المتصلة بأقل رقم ممكن إذن هناك طريقتين لترقيم هذه السلسلة يمكن بدء من هنا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ومن ثم سنقول أن هذه ستكون مجموعة المثل مرتبطة بذرة الكربون السابعة ويمكن البدء الترقيم من هذه النهاية 1, 2, 3 ويمكن أن تكون متصل مع ذرة الكربون الثالثة إذن الصحيح أن نرقمهم بحيث تبدأ من المكان الأقرب للمجموعة 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 بهذا الشكل إذن في هذه الحالة هذا سيكون المثل نونان ومجموعة المثل هنا تتصل في ذرة الكربون الثالثة سأستخدم لون آخر هنا ثلاث إذن أصبح لدينا ثلاثة مثل نونان المجموعة المثل تتصل مع ذرة الكربون الثالثة من السلسلة الرئيسية كما نراها إذن هذا هو الثلاثة مثل نونان بما أنني رسمت هذا دعونا نسميه حسنا مرة أخرى لدينا النونان يمثل السلسلة الأطول 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ونريد أن نرقم لمجموعة المثل هذه أقل رقم ممكن إذن هو أقرب لهذه النهاية منه لتلك 1, 2, 3, 4 باستخدام اللون الأجواني هنا 4 ونتابع الترقيم 5, 6, 7, 8, 9 إذن هذا سيكون أربعة هنا أربعة باللون الأجواني مجموعة المثل على ذرة الكربون الرابعة ومن ثم مثل باللون الأزرق هكذا ومن ثم باللون البرتقالي نونان إذن أصبح لدينا أربعة مثل نونان الآن لنأخذ مثالا معاكسا لنقل سنبدأ بالاسم ونريد رسم الصيغة البنائية وعلى أمل أن يعطيكم هذا فهما جيدا ستصبح الأمور أكثر تعقيدا الآن وخلال فيديوهات التالية ستصبح أعقد أكثر وأكثر لكن سترون أن دراستها ستكون ممتعة إذن لنقل سأعطيكم سأفكر في واحد مثلا ما رأيكم بالإثنان بروبل هبتان إثنان بروبل هبتان سأكتب هنا إثنان بروبل نعم هبتان دعونا نتعامل معه بشكل مجزع أولا نحن نتعامل الكان طبعا كلها ستكون روابط أحادية السلسلة الأطول هي هنا البادئة هبت هبت تعني سبعة نعم هذا يدل على أننا نتعامل مع روابط أحادية فقط المقطع آن إذن أول سنجل بونت رائع هذا ما يدل عليه المقطع أو ما يدل عليه المقطع آن هبت طبعا تدل على أننا نتعامل مع سبع كربونات إذن هبت تدل على أننا نتعامل مع سبع كربونت ومن ثم ماذا تعني هذه إثنان بروبل إذا كان مث إذن واحد إث هو إثنان بروبل هو ثلاث وبيوتل طبعا هو أربعة ودواليك هكذا إذن لدينا مجموعة البربل من ثلاثة كربونات مرتبطة مع ذرة الكربون الثالثية الثانية من سلسلة الهبتان إذن وهي على مثل ما ذكرنا أنها على ذرة الكربون الثانية من سلسلة الهبتان لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبع من ذرات الكربون ومن ثم على الكربون الثاني سأختار لون جيد أو جديد آسف هنا على الكربون الثاني دعونا أرقب السلسلة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة نعم وعلى الكربون الثاني هنا لدينا مجموعة بروبل وهي من ثلاث ذرات كربون كما تعلمون إذن سألسوا مجموعة بروبل إذا لدينا واحد اثنان ثلاثة من ذرات الكربون وهي متصلة بالكربون الثاني هنا إذن هذا المركب هو الثاني بروبيلهيبتان سيبدو هكذا سأقوم بواحد آخر ربما واحد أكثر صعوبة لنقل لدينا ستة بيوتيل تيترا ديكان ستة بيوتيل تيترا بيوتيل نعم تيترا ديكان قد تبدو شاقة عندما نراها لأول مرة لكن إذا قمنا بتقسيمها ستكون أسهل علينا إذن مرة أخرى لدينا آن هنا جميع الروابط هي روابط أحادية تيترا ديك ديك هي عشرة ثم لدينا تيترا هي أربعة أربعة زائد عشرة ويساوي أربعة عشر تيترا ديك هي سلسلة من أربعة عشر ذرة كربون إذن لنرسم هذا إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة واحد إثل إثنان بربر ثلاثة إذن بيوتيل أربعة أربعة لذا لدينا مجموعة من أربع ذرات الكربون سأكتب باللون هذا إذن هذه مجموعة من أربع ذرات كربون فور كربونز أو فور كربون كربونز طبعا وهي مجموعة موجودة على ذرة الكربون السادسة هنا دعوني أرسمها إذن ننقل لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة طبعا وهي موصولة مع الكربون السادس كما ذكرنا بهذا الشكل رائع إذن هكذا يبدو الجزء لدينا الآن إليكم هذا السؤال هل شاهدتم شيء يسمى تسعة بيوتيل تترا ديكان تسعة بيوتيل تترا ديكان دعوني أرسمه على نفس السلسلة الرئيسية هنا سأمسح هذا إذن تسعة بيوتيل تترا ديكان إذن سيكون هنا بيوتيل على ذرة الكربون التاسعة من أربع كربونات وهي موصولة بهذا الشكل هل رأيتم هذا من قبل قد تقولون لي لقد رسمته للتو لأن هناك طريقة أفضل لترقيمه كيف هذا إذا كان هكذا بدلا من هنا عند هذه النهاية سنبدأ من هذه النهاية أنتم رائعون إذن بدلا من القول تسعة بيوتيل تترا ديكان يجب أن نرقمه من هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة إذن هذا أيضا ستة بيوتيل تترا ديكان رائع لنتأكد جديد ستة نعم ستة إذن بدلا من البدء من اليسارة ونجعل هذا الكربون التاسع دائما نريد أن نرقم من الاتجاه الذي يصنه لأول تفرع بشكل أسرع ترجمة نانسي قنقر